سباح الخير، صباح النور، ذكرى مولدنا بوي سعيد الله يدخلوا عليكم إن شاء الله بصحة و سلامة ياربي جمعنا معها في الجنة إن شاء الله والله ما صلي وسلم على سيدنا محمد بالنسبة للتقاليد والعادات فكل مدينة أكيد عند العادات دياله أول حاجة كتكون لضروري نحن الناهية لعصيدة ويكي لعصيدة أنا ما كتكونش مع السيدة كتكون زوينة و كريمية نوريكم طريقة دياله كتكون أكيد حلويات مغربية أنا بما أنا الوالدة كتتحضر لحلويات مغربية فكنا أختلف على شي شوية بيش تكون طبيعة منوعة كيكون الناس اللي كتتحضري إما القرشلات بالنافع و الزنجلان اللي هما القرس كلها بلاصة و شنو كيعيطولهم المهم أنا حاولت نبدل شي شوية حضرت هذو بحبيبات ديالشوكولات علاقة بالويذة الصغار كذلك يكون بغرير والرغايف أو مليويات أنا هنا حضرت بانكايك والرغايف صراحة والمليويات شريتهم جبتهم واجدين المهم طبيعة كتكون متنوعة كل واحد دك شي اللي كي أجبو وكي يجيبو أنا دي ما كنجيب القاتو درور عندي القاتو أكيد ما كن ناكلوش صباح تلاشية وكتكون طبيعة بحلقة كده غادي نشارك معاكم إن شاء الله كل شي حتى القاتو شوكولات ممصور شناية شيوات لي زوينين بزاف أبنان وأكيد ساهلين ونسي ما قلت لكم المشروبات أكيد غيكون آتائي المغربي كي يكون العصير كي يكون كل واحد اللي كي يبغي حتى الحليب مع المدية الزهار كي يكون تمر مع ممار المهم كي تكون أشياء كتير أنا ممكنش نقدم لكم كل شي غين أعطيكم أفكار ونشرح لكم مصد الحلقة حتى شنو كي يكون في الغداء شنو كي يكون في التقاليد الأخرى فتبع معي الحلقة من الأول حتى الآخر ومرحبا بكم أكيد إذا كنت أجبكم القناة فما تنسوش تضغطوا على زر لايك الناس الغير مشتركة اشتركوا في القناة لكي يوصلكم كل جديد ماذا معكم أول حاجة بالعصيدة لأنها هي أهم حاجة لدي هنا نصف لتر ملح لي بضفت له 60 جرام من سميدة الرقيق كيس من سكر الفانيليا والملح سنخلط المكونات كلهم على البارد أنا لم أشغلها في نهائي النار أنا عدا بمناها نخلطهم عدا سنشغل النار متوسطة ومقام على التحريك المستمر حتى تشوفوا أنها عقدات بحالة كذلك لا تحاولوش أنكم تستميدة لأنها هي تكون خفيفة ومن بعد رغا يتعقد واللي بغي يزيد واحد أو يدلق القرفة معها في اللوي ممكن يزيده هنا غادي نضيف واحد معلقة كبيرة من ماء الزهر غير راس دي المعلقة من المسكة الحرة أنا هنا يرح يتطحنها مع سكر غلاس غير نحبه وحدة قريبا بالنسبة للكيميا لأنها قسار حتى لكم كيميا بسيطة هذا بنيسبة الناس اللي بغوا يجربوها يجربوها وزيت مني طابت وتعقدت زيت لها معلقة كبيرة من الزبدة غادي نخليها حتى ادفع واحد شي شوية ونعاود نخلطها قبل ما نحطها في طبق التقديم هالطريقة هذي كتخليها جي كريمية هنا مني كنخلطة هذه الساعة كنشوفوش خاصة شوية الحليب إذا كانت محتاجة واحد شوية الحليب كنضيف له شوية الحليب باش مني كنحطها كتبقى المدة كلها وهي كريمية ومن بعد كنزيد شوية دي العس الحر أكيد إذا توفر لكم إذا ما توفرش فمنها تكون كطيب كزيدو شوية السكر وسوف نزيد هنا اختياري اللي بغي يزوغ بشوية جالوز كي يزوغ بشوية جالوز مهرمش أو كين اللي كي بغي يزوغ بالقرفة أنا فضلت لي وما نديرها بالقرفة بالنسبة للمقاعدين البريوش فعندي هنا خمسمائة جرام من دقيق الأبيض اللي هي نصف كيلو تمانون جرام من السكر مئة ميل لتر أو جرام من زيت نباتية كيس من الفانيليا بيضتان مئة وخمسون ميل لتر أو جرام من الحليب اثنى عشر جرام من الخميرة الجافة أو إذا كانت الخميرة الطارية فخمسة عشر جرام بالنسبة للكمية النسلي معنوش ميزان أكيد رغادي نحط لكم بكأس العنباء وبالملاعق التحت ستون جرام من الزبدة الليينة اللي غنطلع بها من بعد البريوش إذا بغيتوا مثلا نجي الوصفة اقتصادية أكثر فتقدروا عوض أنكم تضيفوا الزبدة تلغيوها وفي عوض مئة ميل لتر زيت نباتية ضيفوا مئة وعشرون ميلي لتر دائما نبدأ بالتدويب الخميرة اضطيت الخميرة هنا ونزد عليها شوية من الحليب الحليب يكون دافئ غير شي شوية ماشي بثاف باش ميقتلكم الخميرة ونفس الكيمياء ما كان زيت كيمياء إضافية من الحليب كنخلطه بحلاك ذا ونخليه تقريبا واحد من مدة خمسة دقائق ومن بعد نحركه كالقاديك الخميرة كلها دابت نخلطها جيدا ومن بعد نأخذ العجانة سوف نستعملها سوف نستعملها سوف نضيف حليب نضيف ما تبقى من الحليب سوف نزيد السكر ومن بعد نزيد زيت نباتية والبيض ثم نزيد كالفانية مطاق الضوين وعندما يتم الأخذان طويل الفران وعندما يجبون أنه يجبونها ويجبونها صغير زفار في البيض نخلطه بحلاك ذا سوف نشاهد مصنع هو النجاح ومن بعد نزيد الخميرة اللي دوبتها هذا ما سوف نضيف طويل بدمجة تقريبا أسفري ويضيف فشوية ماسكات سوف نخلط الخميرة مع باقي المكونات كيف ما لاحطوا ما ضفتش الملحة في هذه المرحلة هذي غادي نضيفها من بعد نزل هنا الكيمية الدقيق كاملة انا اكيد هاد الدقيق راني غربتوا من قبل هكذا يجيكم هاداك البغيوش مهوي وزوين ومن بعد نضيفه في العجينة اي التعجن جيدا قبل من نساج الملحة احطوا احداكم باش ما تنسوهاش وإلا خلطوها مع الدقيق من الاول غادي نزيدو من الفوق بحالة كذا وغادي نعجن العجينة حتى التعجن مزيان في الاول دي ما كنبدو بسرعة متوسطة حتى كيتجمع ان هاداك الطحين كامل وما يترش في كل بلاصة ومن بعد من يكتشوفوه الجمع فاكتطلعوا شوية السرعة باش كي يزيد ذاك الهو يدخل في ذاك العجينة ومن بعد كنطلع هاداك العجين بالزبدة تكون لينة اكيد سافي وغادي نكمل بحالة كذا في العش حسنا ندمج اليها ديك الزبدة اذا ما كانش الزبدة لينة فا غا تعدبكم لانا لكانت باردة ما غا تخلط لكم مش ضغيه مع العجينة العجينة ارتبه بززف فضروري انكم تكون ديك الزبدة لينة وتقسموها طريفات صغار ماشي تحطوها بحالة كذا سافي هنا العجين جاهز سوف نضعه بحالة كذا في بول البول دهنته بشوية من الزيت وغادي نغطيه بالفيلم أليمانتر باش هذه العجينة كتنفخ ليها مزيان كتلقى هذك الصاد في الفيلم أليمانتر وكتنفخ حسنا انا مثلا نغطيها غير بمنديل المدة حساب الجو المدة الكافية حتشوفو ان الحجم كتر من ضاعف شي شوية من بعد سافي هنا نضع العجينة خمرة جيدة سوف نضعها سوف نضعها سوف نخرج الكيمية الهواء كاملة اللي فيها سوف نخرج الكيمية الهواء اللي دخلت كلها ولكن ماشي نجنه غير نبقى سوف نبقى بحالة كلمة العجينة كناخده غير بحالة كده وكلمها المهم ان ذاك الهواء يكون عندي خرج هنا العجينة كان ترتبه بزف محتش اي مدة وسافي كناخده 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 بحالة كده واحد القريصات يكونوا غير صغيرين لان احنا ما بغينا شد اللي بغيوش يجيوا كبارين تقريبا غير يخرجوا ليه واحد ستاش الحبة اذا حسيتوا انه مثلا غيسقوا في سطح العمل لان العجينة كيفما كتشوفوا ارتباء فهنو سطح العمل بشوية منزيت غير مسيحة خفيفة منزيت كناخد مستمره بحالة كده اللي بغيو يوزن الكمية ويقسمها على سطح وكان حاول اني كل كوره نحاول مرة اخرى اني نقال بحالة كده ممتري قرابينا في الفيديو غير تبع معاي بحالة كده سواء كنت وغير تستعمل هذه العجينة مدورة او طويلة بحالة ستستعملها ضروري في الاول ان انا نجمعها ستكملوا هذه الكيمية كاملة ومن بعدها تكون مرتاحة تبدو باول وحدة صيبتوها حيالي تبدو بها نقلب هذه الكويرة باش يجي هذا السطح اللي كان مقعده ونغبر شوية بالدقيق من فوق ومن تحت غير شوية كمية كبيرة وكنتلق بحالة كده لا تطولوش بزاف غير شوية بحالة كعطاء العرض وشوية دلطول ومن بعد كتاخدوه انا هنا اختاري الدروبس ماشي البيبيدو شوكولة لانا كيكونوا كبارين شي شوية وكعطوهم مدق زوين تقدروا استعملوا البيبيدو شوكولة ماشي مشكل او غير تابليدو شوكولة كتقطعوها كيف مشفتوه طريقة الارها واضحة كنتني تنيا الاولى ومن بعد كانت تنيا تنيا تانية وكنتنقرس بحالة كده العجينة وهذه الجنبات راني كان نجمعه من الداخل انا عاود معاكم واحد اخره باش شأتبال لكم الطريقة هذه الطريقة اللي كنصيبو بها لا يبغيوش ببيدو شوكولة لانا اذا خلطنا مع العجينة اكيد راكم عارفين غيو اللي العجينة اعتيات ولي شوكولة سوف نكملهم بحالة كده نحاول نقادل لهم الشكل باش يجوا شكلهم مقاد ويجوا متناسقين كاملين ونأخذهم نحطهم في حد الصينية هنا فرشت ورق الخبز دي ما كيعجبين استعملوا لانك يحافظ على التحت وغنخليهم يخمروا جيدا في الاول راكم صغيرين صيبناهم من بعد راكم يتنفخوا وكهتوكم واحد الحجم المناسب وصافي كندهنهم بشوية من صفر البيض مع الحليب اللي خلطتهم وغير بشوية باش يبقى هاداك الهواء اللي يدخل في الاول يبقى الداخل ما ننزلوش هاداك اللي بغيوش جنن بعد ما اطلع هنا قدرت العكس فاخديت هنا يلي بيبيدوا شوكولات وكصغيرين لان هادو يكونوا مقاومين للحرارة وخد دخلهم الفران ما غايدوبوش وما غايدسيحوش عكس اذا استعملت مثلا دروبس العادي اللي كان قدروا ندوبوهم هادو لا بتختاروا نوعية جيدة اكيد وكتزوقوا بها من الفوق بحالك ده او كتزوقوا كيعجبون انا بعض من زوقهم بشوية دي السكار او هادو كالحبيبا دي السكار اللي كيتباعوا خاصين بالبغيوش وليش بيدين اللوز ايفيلي ومن بعد ديرو خطيطات دي الشوكولات من الفوق تزيين كيبقى حسب الضوء وحسب الرغبة الفرن عندي مسخن من قبل الى مئة وسبعون درجة من تحتو من الفوق ما تخليوهم مدة طويلة بثاف في نصف المدة كتتقلبوا الصينية وكيفما كتشوفوا هذا هو الشكل من بعد انا اخترت لهم هذا سنزيينه بشوية دي السكار من الفوق تحطوه غير مريقة بحالك ده ولا اي حاجة ودهلوا مع التزيين اذا كنتم مثلا ستحتفظوا بهم فاكيد ما غاديش نزيينهم بسكار غلاس تخليهم مريف شبوطة حتى تبغيو تقدمهم مع التزيينوهم عندو زول بانكيك التي قدمناها بطريقة جزوية وكيفما تحطوه كل واحدة قدغتها ومقادين ومزيونين وحطيتها الوز شوية القرقاء شوية نيوتلا من الوز تقدروا شوية العسل او زبد الماء العسل تختاروا اي حاجة كتعجبكم وكضيفوها المهم انا كن واعدكم انها احسن وصفة ستجربوها هنا عندي الحليب بارد لا يكونش دافئ ولا يكونش سخون اما من تلاجة اما في درجة حرارة الغرفة استعملت منه مائة وخمسون ميلي لتر اللي هي ربع لتر غنضيف كيس ملفاني ضروري ملفاني كيجيبنين بالساف وغادي نزيد من بعد بيضتان كاملتان يكونوا احدهما درجة حرارة الغرفة مل احسن الزيت النباتية استعملت منها تمانون ميلي لتر او تمانون جرام هنا يقبل من الزيت ضفت الملحة وغاين نضيف الزيت النباتية الناس اللي غادتوني على الزبدة تقدروا تديرو خليط اما انا كيجيني بالزيت صراحة كيجيخفيف وكيجيزوين متحتاجوش تعفيو هنا غنزيد سكار 40 جرام ليه ملعقتان كبيرتان مملوئتان غنخلط الخليط او هاد المكونات حتي يضوب عندي سكار تماما عاد كنضيف هادك الدقيق نكمل لكم التقاليد فبالنسبة اليوم الدكرة الناس كتفق اكترية في الفجر كيلي كيبقى فايق من الفجر حتى الشروق كي الناس كتبقى تذكر الله او كتصلي الى الرسول عليه الصلاة والسلام الناس كتبخر الدار ديالها باش كتكون في ذاك الريحة زوينة يا اما صرغينا يا اما بالعيد القماري كل واحد اللي حسب الامكانيات اللي عنده او كي الناس اللي كتخلطهم مع بعضياتهم المهم كل واحد كيستعمل الحاجة اللي في الامكانية دياله وكيتحت هادك الفطور ديال العيد كيكون غزال بزاف كيكون في الاول هادك الفطور محطوط غير بعضيك ما كيكون شي بزاف الحاجات واحسن حاجة هي انه كل واحد كيدخل الده كيدخل معاشي حويجة حتى كتكمل هادك الطبيلة وكتعمل بكل واحد شنو مصعيب ايما في الدار دياله ايما شهري المهم كتكمل ديالك الطبيلة كاملة كيسالي هادك الفطور ومن بعد كتدوز لوقيتها ديال الغداء الغداء كل واحد وشنو كيدير مهم اطباق كتكون مغربية هنا اكملش معاكم دقيق غربلتو وغادي نخلطو بحركضاء مع هادك المكوينت قسمتو على جزئين من الاحسن باش ما يغلبنش غادي نزيد هنا كيسين من الخميرة سبعة قرام في كل واحد اذا في المجموع اربعة عشر قرام غادي نغربلهم مع هادك الدقيق ونكمل في التخلط في الخلط سافيك مقتلكم بالنسبة للغداء كي ناس اللي كيعجبها تصايب كسكسوب التفاية كيعجبهم يصايب وفادنا راعدة جاج محمر وكي ناس اللي كتزوقو بالقرعة الحمراء مع سلحته جاج بالضغميراء اكيد راكولكم عارفينو اذا بغيتونا نقدمو لكم ان شاء الله او لا الحم بالبرقوق البسطيلة دي الجاج المهم اطباق تقليدية اكثر هي اللي كتكون في النار هادا والسلاطات البلديين كيمية الدقيق مائتين واربعون قرام الخليط يكون عندي تقيل كيفما شفتو بحركضة ما تحاولوش تخففوه نهائيا لانا كان بالنسبة لي ان كل ما كان الخليط يخفيف كما جاوني هادو البانكيك خفافين ولكن ارى الاكس جاربت بزائب الوصفات هذا هو القوام دي البانكيك باش يبقى واقف بحركضة وكيتنفخ مزيان فما تحاولوش انكم تخفوه هذا هو القوام ديالو عادي انا بالنسبة لي هنا تقدروا تريحه واحد اشرين دقيقة مخارج تلاجة او تقدروا تستعمله مباشرة ماشي مشكيل من بعد انا هذا اختياري تقدروا مثلا تحطوه في كيس بحركضة وتصيبوغي ما تكبروش تقبع تقبع ما تكونش كبيرة بزائف وكيتحطوه بحركضة يجيو مقادين قد بعضياتهم يجيو زوينين في الحطة ويجيو حتى انيقين ما يجيش كل واحدة في شكل النار كان سخنها من قبل على نار متوسطة ومن بعد كنحطوه على نار هادئ لان اذا كانت النار مجهده يتخطف من الفوق وما يطيبش من الداخل هنا كيفما تشوفو الوين يجيو مع السل ويجيو زوين فيه انا من بعد رأي لانها تصوير كل مرة وكيف يعطيني كنزولو بحركضة المقلعة تكون نوعية جيدة لان اذا ما كانت تزوينا لا تعطيكم نفس النتيجة هنا اذا ما بغيتوش تستعملوا الكيس فممكن تستعملو مع القاة التي تكون عندكم في هكا غرقة شوية تحطو بها حتى يجي شكل ديالها متساوي اذا بغيتو تزوغ بحبيبات شوكولة اذا بغيتو تزينو بشوكولة من الداخل كي يجي دايب حتى يجيو بنانين بزف او كتستعملو بحركضة اذا كانتكم شي مناسبة من الاحسن انكم تحطوهم غير عاديين وتحطو في الوسط هذي كلاسوس اللي بغيتو تديرو انا كنوريكم هذا اللي بغيتو تديروه القوتة ديال الوليدات اما انا اللي صيبت فصيبتو عاديين بلا شكلات غير باش نعطيكم عدة افكار في الفيديو كان كذلك بعض الاسر اللي في الليلة ديالذكره كتجيب المادحين بحركضة وكيبقوا يديرو الامداح النبوية كيكونوا كذلك مقرئين اللي كيقرؤوا القرآن وكيتجمع العائلة كاملة كيبقوا كيتذكروا هذيك سيرة ديالرسول عليه الصلاة والسلام كي الناس اللي كتبغي تحيسون النبوية دي الاطعام الطعام وكتخرج مثلا صدقة على جوامة على الناس اللي محتاجين اكيد فكيكونوا بعض الاشياء بحالك تدينية اكيد كتبقى في كل بين انسان وبين الله فما شي غير ما هندخلش في انا في هذه الحلقة سافي هنا دايما على نار مهيلة وغادي نقلب هذو البانكيك جاتني غريبة كنظر كنظر على السيارة النبوية كنظر على البانكيك المهم مشي مشكل سافي قلبته بحالك ذا البانكيك ومن بعد كتزولو كتحطوه في شبيكة بحالك ذا هنا اياه غادي نوريكم اه اللي بغيتو تعمره بشوكولة مثلا من الداخل حتى وكتعمره بشوكولة كتحطو كمية غير بسيطة وكتحطو بالنسبة لي صعيب تتعمره بنيوتلا وكندخلهم كي جمده في المجمد ومن بعد كنديرو نفس الطريقة ولكن بالنسبة لي هذي اسهل وكجيت قلبة نفس مضاق اذا استعملتوا الشوكولة ميلكة بالحلي بحتوى تجيزوين سافي غادي نحط بحالك ذا مربعات في الوسطى نحطيت ربعة بجية عمر بالشوكولة يلا ما جاء هو هذك صراحة وغادي نزيد شوية من الخليط من الفوق بقي الوصفات ان شاء الله غادي نزلهم لكم ما بغيش الفيديو جي طوال بالسيف كان بغي انا كل وصفة نعطيها حقا ما كان بغيش نبقى نزرب الفيديو ونبقى ندير وصفات كثيرة بالقياس كان بغي الحلقة يكون فيها وصفتين او ثلاثة ومن بعد كل حاجة نعطيها حقا نقدر مثلا نجمع بزاف دي الوصفات اللي يكونوا ساهلين بحالة بمن ثاني كيف ما نديرو الفيديو دي الرمضان يكونوا وصفات اللي عادي اما اشي حاجة مثلا لتكنيك بحال قاطو وشوكولات او كيك وشوكولات او شنو عاوتين احطي سانسيت مهم هدوما اللي رئيسين فما يمكنش نخلطهم معاشي اللي نبقى نزرف فيهم حسنا نشرح لكم بشي قدر توجدوا الحاجة وتجيكم هيا هذيك بحالة تجيني انا وتجيكم حتى انتمو الغداء عادي ننزل لكم حتى هو ان شاء الله الغداء اه تجيج محمر بالضغميرة او اذا بغيتو لحم بالمعسلات او لحم بالبرقوق حتى هو عادي نزل لكم قولي شنو بغيتو باش نبدو لفلي كيك واش بغيتو نزل لكم مثلا الكيك بالكرامل والشوكولات هو الاول او نزل لكم الكيك وشوكولات ونفس الحاجة بالنسبة الوصفات ديال الغداء واش تبغيو في الاول تجيج بالضغميرة او لحم بالبرقوق تكون داو شكله من نهائي كيف ما تشوفو اسم على مسمى بانكيك يجيو بحل كيك من الداخل ما كيجيو لمعجنين لتقال لوالو وصفة اللي زوينة اقتصاد ديت قدو توجده او قدش ما بغيتو كيف ما شفتو استعملنا غير مضرب اليدوي وضغية ضغية وكتكون ديني هذه الحلقة كنتمنى انها تكون عجباتكم اذا عجباتكم الحلقة اكيد ما تكتبوش تكتبو لي في التعاليق ارائكم اللي كتفرحني بثاف الى الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة